أهلا بكم يا إخواتي في قناة 4K Plus قبل ما أبدأ إخواتي الفيديو ما تنسوش تصدوا عن نبيو تعملوا لايك وشير ويتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ويلا بينا بقى نبدأ وبتبدأ أحداث مسلسنة في الروس السنة ويكون سعيد وفرحون وكمان بيكونوا وبيحتفلوا بالألعاب النرية وفجأة بيحصل راعد والكل بيلاحظ وبيبصوا للسماء وبيشوف نور غريب بس بنشوف في الوقت ده قاتل فعالة من جنيات وبتقول الأميرة شيني بتتقاتل مع الحارس بتاعها اللي بيكونوا عايزين يرجعوا لأصل تاني عشان الأميرة أمها عايزة تجوزها واسبعانها بس هي طبعا بترفضها وبتحاول تهرب وبتقدر تستخدم قوتها الروحية وتصد ضرباتهم لحد منلاقي مفانة لببيت عنها بالزيف بتاعه وساعتها كل بيستهرب بس في الأصل بيكون بيساعدها وساعتها شين اللي بتشكره وبيغرم عليها وجسمها بيتحرق وساعتها الناس بتشوفها وبيخافوا منها وبيطلعوا يجروا وهنا بيروحز يونج وجودها وبيستهرب جدا وتاني يوم بيروح يدور عليها في مكان اللي وقت فيه والغريب أصلا اللي شيني بيكون تحولت لفرخة وده بسبب أن تقاتل روحية اختفت وبنلاقي يونج بيسأل عليها فراجل بيقوله أنه لقاها في الجبل فقرر أنه يباعها وساعتها يونج بيقرر أنه يشتريها ولما بيوصل بيها البيت بنلاقي شيني بتفوق وساعتها بتاخد الصدمة أنها بقت فرخة وبتفضل تحاول أنها تطير بس للأسف مش بتعرف وبنلاقي يونج بيدحك على اللي هي بتعمله وساعتها هي بتكلمه بغرور وبتقوله أنت إزاي تدحك على الأميرة وأنه لازم يحترمها ويسمع كلامها بس بتنقي يونج بيقوم وبيرميها في المية وهي أصلا ما بتعرفش تعوم وبتفضل تترجه لحد ما بتفقد الوعي ولما بيخرجها من المية وبيفوقها وبيعرفها بنفسه بيقول لها أنها لازم تعامله بإحترام وأنه اشتراها من السوق وأنها لازم تسمع كلامه وبنلاقيه بيحس بالتعب وبيرح ياخد الضوء بتاعه وساعتها شيني بتعرف أنه مريض بمرض خطير وأنه خلاص هيموت فبتكرر أنها تفضل معاه لحد بتستعيد قوته الروحية من تاني وبنشوفه هو بيحضر لها الأكل وساعتها هي بتنبهر بيه وبتعمه وبيكون مستوربة إزاي بيعمل الأكل حلوة كده وبنشوفه هو رايح السوق وبنلاقيه بيحضرها أنها تخرج عشان محدش يستعدها وبعدها بيمشي بنشوف حد بيدخل البيت وبتكون تاوى وبنعرف أنها معجبة بيونج وبتيجي عشان تساعدها في تنظيف البيت ولما البنت بتشوفها بتاجر وراها وبتكون عايزة تتبخها ليونج بس بتعرف شيني اللي هتهرب منها وفي الآخر بتقع في إيديها وبتكون البنت لسه هتخلص عليها بس يونج بيوصل في الوقت المناسب وبينقذها وبينلاقيها وقفة مع يونجو بتقوله أنها هتسافر الجنوب مع أبوها وبكده مش هتشوفه كتير فبيرد عليها ببرد وبيقولها إيه يعني وبيكون مش فرق له خالص وبتستهرب تسنج إنه بارد وقاس كده بالرغم إنه تعبن أصلا وبتسعب عليها تاو وبيتكامل كلامه وبيقولها أبعا كنت جاي عشان تودعيني ولما بتسيبه وبتمشي بينادع عليها وساعدها تاو بتفرح بس بيقولها أنها تقفل لببورها وحقيقي فرحة ما تمت وبينشوف يونجو وبيحضر الأكل وبينلاقي شن اللي بتستغل الفرصة وبتحاول تهرب بس للأسف بتفشل وأولا بتشوفه جاي بالأكل بيتنبهر بريحته وبالليل بنشوف لما الأمر بيتعمد عليها بتظهر كإنسانة عادية ولما شنجو بيشوف ملامحها بينبهر بجمالها بس بنشوفه أنه بيبعد دوق الأمر من عليها وساعتها بترجع فرخة تاني وبينشوفه وبيغطيها من البرد وتاني يوم الصبح بيكون تاوري حتسلم عليه فبينشوف شنلي بيستغل الفرصة وبتهرب وبتفضل مشي لحد ما بتوصل للسوق وساعتها بيشوفها تاجر وبيكون مفكرها أنها هربت من صحابها وبيحاول يمسكها مما سيبتهرب منها وبيفضل يجري وراها وكمان السوق كله بيجري عشان يمسكها مما صحرفيا محدش بيقدر عليها لحدنا بيحصروها ثم بتوصل عند النهر وبينلاقي الجو بيمطر عليها ومش بتكون عارفة تروح فين بس في الوقت ده بيظهر يونج ليها وبيقدر يحميها من المطر وساعتها هي بتتأثر بي وبيتكرر أنها ترجع معاه تاني وبينشوفه وبيحاول ينظفها وكمان بيقوم يعمل لها أكل بس المراجي مش بيعجبها لأنها بيكون عايزة تكل لحمة فبيقولها أنه فقير ومش معانه يجيب لحمة ليها وبينشوف شنلي وهي بتستخدم قوتها الروحية عشان تحاول الصخر لدهب بس للأسف إنها بتفشر في النهاية وبينشوف يونج وهو متأثر بيها وكمان بيقوم يجيب الفلوس اللي حالته وبيتكرر يجيب لها لحمة وتاني يوم لما بيروح السوق هي بتصمم إنها تروح معاه وكمان بتشوفه وهو بيشيلها وبيمشي بيها وفي السوق بيكون فيه عراف بيحاول ينصب على الناس الحد بيشوف واحد غني وبيحاول ينصب عليه وبيقوله إنه هشوفه المستقبل بس ساعتها يونج بيدخل بيقوله إنه بيته هيورع وإنه لازم يلحقه فبيقوله إنه لو بيكدب هيزعله وبيسيبه وبيمشي وبينلاقي يونج بيفضل بيستنيه لحد ما يرجع ولما بيرجع بيفضل يشكره بيقوله لولاد وكان البيت ولع فعلا وكمان بيلاقيه بيديها لحمة وبيقوله إنه لازم يقبلها منه وساعتها شنلي بتنباهر بيه ولما بيروح بتقوله هوليمش بيشتغر عارف وبكده يكسف فرص كتير ويقدر يصرف على نفسه فبيقول لها إنه مش عايز حد يعرف إنه عنده قدرة دي عشان المشاكل ومحدش يستغله في الشر وفي الوقت داي بتدخل عليه وحدة وبتفضل تترجاه إنه يعرف مكان جوزها لغاية بقاله 15 سنة وداي بسبب إنه كان في الحرب وبينلاقي يونج بيتأثر بكلامها وبيعتزل ليها وبيقول لها إنه مش هيدر يساعدها وبنشوفش إنه بتتأثر بيها لدرجة إنه بالليل بتروح عندها البيت وبتحاول إنها ترقبها وساعتها بتشوف روح جوزها وقفة وراها وساعتها بتتأكد إنه مات في الحرب ولما شبه جوزها بيحس بيها بيتلع يجري وراها لحد ما بيقدر يعمل تعويزة عليها وبيمسكها وساعتها مراته بتحس بحركة غريبة وبتتلع تشوف فيه إيه ولما بتشوف الفرخة بتستهرب وجودها وهنا بيوصل يونجه وبينكزها وكمان بنلاقيه بيدرب الست لدرجة إنها بتفكد الوعي وبنشوف الشبح وهو بيروح نحيط يونجه بيكون هيدربه بس شن اللي بتنقذه وكمان بتحكيله وبتقوله إنه روح جوز الست موجودة وبالفعله هو مات في الحرب لكن روحه متعلقة عشان يحمي مراته وبتقوله إنها لو كانت في شكلها الطبيعي كنت هتحاربه فبيرد عليها يونجه بيقولها إنه هيقدر يساعدها بس لازم بتحاول تشغل الشبح وبنشوفه وهو عامل دايرة كبيرة وبيرطل من شنة إنها توقف فيها وبنشوف التعويزة وهي بتتفاعل معيها وبنلاقيها بتطلب منه لعباية بتاعته وفجأة بنلاقيها ظهر بشكل إنسان عادي وبنلاقيها بتبدأ تحارب الشبح عشان تطرده وكمان بتتفق مع يونجه إنهم يعملوا تعويزة عشان مراته تقدر تشوفه وبنلاقيه بتصح مراته وبتعرفها إنه جوزها رجع وبالفعل بتقدر تشوفه وبتكون مبسوطة بيه ومش مصدها عنيها وبتقوله إنها كان متأكدة إنه هيرجع من الحرب زي ما كان وعيدها وبتبدأ تتأسف له عشان ما حضرت لهش الأكل وده بسبب إنها ما كانتش تعرف مع ترجوعه وبنشوف جوزها وهو بيفتكر كل ذكرياته معاها وقد إيه هم كانوا عاشين حياة سعيدة بس للأسف مات في الحرب من عشرة سنين ومن ساعتها كان جنبها عشان يحميها وبنعرف إنه مراته كانت حاسة بوجوده بس للأسف هي ما كانتش شايفة وكمان كان بتفدر كل تات استنى قدام البيت ولما بيخلص وقت التعويزة بيوضعها جوزها وبيبدأ يختفي إن حد ما بيبقاش موجود وبتبدأ تعايت وكمان بتشكر يونج وشينلي عشان بسببهم قدرت تشوف جوزها تاني للمرر أخيرة وبنشوف شينلي وهي متأثرة بيها جدا وبنلاقيها بتحكي ليونج إنها لما كانت في عالم الجنيات شاركت في حروب كتيرة وشافت جنود كتيرة بتموت وبيكون يونج مستهرب من تيبة قلبها ومعجب بيها ولما بيكونوا عند البحيرة بنشوف يونج وبيقع في المية وللأسف مش بيعرف يعوم وبيفضل يستغيز بشينلي بس للأسف هي كمان بتخاف من المية ولما بيصعب عليها بيلاقيها بتنزل تنكزه ولما بيطلعوا للأسف بيكون التعويزة انتهت وبتتحاول تاني وده طبعا بيكون تحت أنظار حد من المدينة ولما بيشوفها بيخاف جدا وبيروح يحكي لتشينغ روي وده بيكون ابن حاكم المدينة وبنلاقي بيقول لحارس بتاهو ان يروح يجيب يونج وبنرجع اليونج تاني وبنلاقي شينلي زعلانا انها رجعت لطقر تاني وبيكونش عارفة تعمل ايه عشان ترجع طاقته من تاني وبنشوف ان يونج وهو فرحونة عشان كده هتفضل معاه في البيت وفي اللحظة دي بيلاقي الباب بيخبط ولما بيفتح بيلاقي حراس تشينغ روي وبيكونوا عايزين ياخدوه بس لما بيرفض يروح معاهم بيدربوه وهنا بنشوف يونج وهو بيعمل تعويزة التحوين لشينلي وبنشوفها وهي بتطلع عليهم وبتحذرهم ان حد يقرب منها تاني وطبعا بيستهتروا بيها وهو بيفتكروها ضعيفة بس بتدربهم كلهم وكمان بترميهم بقرب بيت وبتقولهم ان امور راضي جات سليمة اما المارة الجاية اللي هيقرب هنا تاني هتخلص عليه وبتعرف شيني ان يونج يقدر يرجعها شكلها بس ما كانش راضي وبكون متحصبة عليهم وهتدربو لكنها بتسمح عشان هو انقذ حياتها قبل كده وبتقوله انها خلاص هتمشي وهتسيبو وهو مش هترجع له تاني بس بيبدأ يمثل عليها انه تعبان فبيسعب عليها وبتقرر انها تفضل معاه لحد ما يبقى كويس ولما بتيجي تتمشي بيفضل يقولها ما تسيبنيش وبنقيها بترجع له تاني وبتقوله انه لو رجعها طائر تاني هتزعله وفي اللحظة دي بيقرب منها وساعتها بينبهر بجمالها وبنروح لشنغروي لما الحراس بيرجعوله وبيحكوله اللي حصل فمش بيصدقهم وبيقولوله انه لازم يروح بنفسه وبنرجع اليونج اللي منلاقيه بيستغل شنلي وبيخليها تعمل كل حاجة في البيت وطبعا بيكون بيمثل عليها انه تعبان وفي قصر بنيفعنها وبنلاقيه قاعد يفتكر اللي عامله مع شنلي وبيكرر انه يدور عليها لانها استخدمت قوته وبكده هي بيكون في خطر بس ساعتها بيروح له شنغبي وبيتطمن عليه وبيسأله هو رايح فين وبيقوله انه لازم يستريح عشان الاصابة بتاعته كبيرة وبيقوله لو يعرف مكان الملكة يعرفه فبيقوله بفانغ انه ما يعرفش وبنرجع تاني اليونج اللي بيكون بيلم ورق الشركة وكمان بيكتب عليه وقت سكوته وساعتها بتستغرب شنلي وبتقوله انه مفيش حد بيعمل كده اصلا وبنشوف شنلي وهي بتدور في الكتاب اللي بيكون حافز فيها الورق ده فبتشوف ورقة مكتوب عليها انه ابوه مات بسبب المرض وان جنينه ساعده في دفنه وهنا بيصحى يونج وبيسأله هيا بتعمل ايه وبيلاحظ انها اخدت الورقة وبيحاول يمسكها ويخليها ترجعها له تاني بس هيا بتفضل تقوله انها ما اخدتش حاجة وبنروح بقى لتشنغروي اللي بيكون بيقول للحادث بتاعه انه لازم يروح يقابل يونج بكرة وبنرجع ليونج اللي بيدخل على شنلي وهي بتحضر الاكل وبلاقيها بتستخدم قوتها وبيكون كل حاجة بتتحرك لوحدها ولما بيقرب منها بتحس ساعتها انها متوترة وبتخرج وبتسيبه وبنلاقيها بيناديها عشان الاكل وبساعتها بتستغرب من الشخص اللي قدر يقول اسمها من الغرلاقب ده ازاي هي حبته وايه المشاعر دي كلها وبنشوفهم وهو ما بيأكله سوا وكمان بنلاحظ انها بتفضل بصاره وبيبنى عليها انها مبسوطة معا كتير وبنشوف تشنغروي وهو بيدخل عليهم من غير استئزين وبيكون معاه حراس كتير وبنشوفه وبيقعد مع يونج وبيقوله انه عايز يستفيد من قدرته ويخليه يحكم المدينة وفي المقابل ان يكون اغنى شخص في المدينة بمسي يونج بيكون صاحب مبدأ وبيرفض وساعتها جنغروي بيرميه بيتشايف وشه وبيقمر بالقبض عليه بس هنا بتزهر شنلي وبتدفع عنه وبنلاقيها بتستغنوا قوتها وبتدرب كل الحراس ومعهم الامير بتاعها لدرجة انه بيخافه وبيهربه من المكان وبنشوف شنلي وهي بتطمن على يونج وبنشوف بالليل وهي بتحضر له الدواء وبتمسك الانا وهو سخنه وبتتحرق وبنشوف يونج وهو قلقان عليها وكمان بيحاول يعالج لها الجرح اللي هو كان السبب فيه وساعتها بتتقصر شنلي بخوفه عليها وتاني يوم في قص جينيوي منلاقي يونج يرايح يقابل شنغجين وده بيكون اخه جنغرويك كبير عشان يحكي له اللي حصل ويوصل لحل وبالفعل بيوافق انه يقابله وبياخده وبيدخله الاصر وبنشوف شنلي وهي واقفة وبتكون بتتفرج على خدمة وبيكون اسمها هو وبنعرف انها بتحب تشنغجين وهي ركبة مركب في البحيرة وبكونها تزحلق وهتقع بس بتنقذها شنلي وبنشوفها وهي بتربيها وبنلاقي ان الهدوم بتاعتها وقت فبتبدأ تقولها انت مين وبتنجي على الحراس وطبعا شنلي بتحاول تغطيها عشان محدش يشوفها ولما بيوصل تشنغجين بتقوله ان يخله حراس يمشي عشان محدش يشوفها وبالفعل بيقول الحراس انهم يمشوا وكمان بيشيلهو وبيمشي وبيكون باينة علي انه بيحبها وبنشوف شنلي وهو بتسأل يونج هم ليه محتفظين بالشغياتين في القصر وبترجع بتقول انا مالي وبنلاقي يونج بيقوله ان تشنغجين طيب خالص وكمان الدمه كافأة وبيقوله ان يقدر يشتري له لحمة وبيسابها وبيمشي وبنشوفها بيتفكر فيه وبتقول انها تقعد معا كمان شوية وبعدين بتروح وراه وبنشوف تشنغجين وهو في مكان سري وبيكون قاعد مع واحدة وبيكون شبه ميتة وبتعرف فيني دي يشي مراته وهنعرف قصتها كمان شوية ولما بيخرج من عندها بيؤمر الحالس بتاعه انه يافل المكان وبنشوف تشنغجين وهو رايح لو فيه شانغ وده بيكون محترف في الفنول القتالية وبيكون عشان ينتقل من يونج وشنلي وبيقولهم انهم شغياتين وكمان بيستخدموا تعاويز بس بيرد عليه وبيقول انه عندهم قوة خارقة مش اكتر وانه هيخذ لحقه وما يقلقش وبنشوفه وهي دخلة مكتبة تشنغجين بس مش بتلاقي جوه فبتكرر انها ترسلوا الكتب وفجأة بتلاقي في باب بيت فتح وبيكون في قدة سرية وبتستعرف جدا بس بتدخل وبتشوف في ايه من الحد ما بيوصل عندي شين وبيظهر راه شطان وبيقول لها ان تشنغجين بيخدعها ومش بيحبها وكمان بيلاقيه بيدخل جسمها عشان تشوف الحقيقة وبنلاقي الخدمة بتعرف ان البنت لنايمة تبقى امراته وبتعرف انها بغيبوبة واتشنغجين عايز لانقذها اما في بيت يونج بيحصل هجوم عليه بس بنعرف ان يونج بيكون عامل حساب وعمل تعاوزة حماية وبنشوف الحراس وهم مرميين على الارض متأسرين بالتعاوزة وهنا بتحس الشنب اللي بيحصل ولما بتخرج بتقى مستهربة وبنشوف بقية المقاتلين انهم بيرموا اسهم نارا عليهم بس ساعتها يونج بيخاف على جنينه وبنشوف شنلي وهي بتستخدم التعاوزة وبتنقذهم وفي الوقت ده في عالم الجينيات بنلاقي المالكة شن بتحس بقوة شنلي وكمان بتحدد مكانها وكمان بنلاقيها بتقمر حراسي قبوده عليها ويرجعوها معاهم وبنشوف يونج وهواخد شنلي وبيروحوا قص جينيو وي ولما بيوصلوا بنشوف شنلي وهي حاسة بحاجة غريبة في المكان وبتقوله ان فيش رائطين في المكان وكمان بنلاقيها بتمسك ايده عشان تحميه وبيدخل القدى السرية وبيعرفوا ان الشيطان سيطر على هو واول ما بتشوفه بتهجم عليهم بس شنلي بتقدر توقفها عند حدها وبتصوط دربتها وبتكون بس كسف عشان هتخلص عليها لكن تشنجاجين بيترجوها انها مش تقتلها وبيكون بيحميها وبنشوف ان الشيطان بيستغل الفرصة وكمان بيهرب وبنشوف تشنجاجين بيحتلهم كل حاجة وبيقولهم ان من سنتين كانوا راجعين من مهمة ولكن اتعرض الهجوم ومراته ضاحت بنفسها واخدت الاسم مكانه عشان تحميه وانها تصابت اصابة خطيرة وبيقولهم ان رافض يتخلى عنها وفادر يدور لحد ما لقى تعويزة وعملها مع الشيطان وهي انه ينق الروح الخدمة لمراته عشان يقدر ينقذها وبنعرف ان الخدمة عرفت الحقيقة وساعتها الشيطان استغل غضبها فعشان كده خرجت عن السيطرة وبنتقل منهم كلهم وبنشوفوا وهو بيترجى شينلي عشان تساعده وانها تقضي على الشيطان قبل ما يأزي حد وبنلاقي شينلي بتكرر انها فعلا تساعده وكمان بتتفق مع يونج على الخطة وبنشوفهم لما بيخرجوا من الاصر وبنلاقي شينلي بتشوف الحارس بتاعها موفانج وكمان بيتلب انه يتكلم معيها وبنشوفها وهي يبتدي السيف بتاعها اليونج عشان يحميه وبتروح تتكلم مع الحارس بتاعها وبيعرفها ان شينلي عرفت مكانها لما استخدمت قوته وبيتلم منها ترجع معي بس هي طبعا بترفض وكمان بتقوله انها وقعت في حاب يونج ومش هتقدر تسيبه ولما تطمن عليه وساعتها بيتفاجئ الحارس بتاعها من كلمها ازاي اميرة بتحب بشر ضعيف زي يونج فبتقوله انها اول مرة تحس انها سعيدة في حياتها وبتطلب منه ان يرجع ويسيبها وقبل فعل بيسمع كلامها وبنشوفها وهي بتروح مع يونج عشان تمسك الشيطان ولما بتستخدم قوته بتعرف انه مستخبي في البحيرة ولما بيحس بيها بيهاجم عليها بس طبعا شينلي بتقدر تهزيمه وتستخدم تعويزها عشان تخرجه من جسمه لكن بيلاقيها بتنهار وبتفتكر كل اللحظات بتاعها مع تشينججين وبتكون مصدومة انه كان بيغدعها وده كله عشان يرجع مراته وبنلاقي شينجة بتتأثر بكلامها وبنشوفه وهي بتطلب انها تشوف تشينججين ولو حتى مرة اخيرة قبل ما تمشي فبتخدها شينلي وبتروح ليه وكمان بتسمعها بيقول انه كان عايش عشان عنده امل ان مراته ترجع للحياة تاني بس دلوقتي خلاص ما بقاش عنده حاجة عشانها وقتها بتنهاره وبتدخله وبتكون بتخنقه عشان تنتقم منه بس ساعتها بتفتكر ذكرياتها معي فبتسيبه ومش بتقدر تأذيه وكبان منشوفها وهي بتدخل فقلب التعويزة وبتنقل روحها لجسم مراته وفي اللحظة دي مراته بتفوق من غيبوبة وساعتها بيفرح تجنججين كتير وبنشوف شينلي وهي بتخرجهم من المكان وبعدين بترجع لطونج اللي بيكون تعبين بسبب انتشار السم في جسمه وبيكون حالته خطيرة وبنشوفها وهي بتخرجه وكمان بتطلب منه ان ما يتحركش من مكانه وبنروح لمفانج اللي بيكون عالم الجنيات بس بيقابل في طريقه لحراس وبيكون عايز يعطلهم بأي طريقة وده بيكون بأمر من شينلي عشان تقدر تنكس يونج بس للأسف مش بيسمعوا كلامه وبرده بينزله وبنشوف شينلي وهي مجمع كل الأطباء الخاصين بالسموم وبتقول لهم انها عايزة أشتر واحد فيهم وبنلاقيها بتهددوا ان لو فشل هتخلص عليهم كلهم وبنلاقي الطبيب بيخاف منها وبيروح الأسر وبيبدر يدور على يونج لحدها بيلاقيه وساعتها بيعرف ان جروحه خطيرة وخلاصها يموت وبنشوفه وبيبدأ يعالجه عشان ينقص حياته بس هنا بيوصلوا لحراس وبيمنعه وبيقولوله ان يروح يجيب الأميرة وترجع وطبعا بيخاف الطبيب وبينفذ كلامها وبيروح يبلغ الرسالة الشيني وبينلاقيها بترجع عشان تنقص حياته هي بس بيقول لها الحراس انها ترجع معاهم لعالم الجنيات وإلا يخلصوا عليه بس هي مش بتسمعه وبتبدأ تحاربهم وبتروح ناحية يونج وبتحميه بس ساعتها بييجي حراس كتير وبيقولولها انها ترجع معاهم وإلا هيخلصوا عليه بس برضو بترفض وبتستخدم تعاوزة حمالهم وهنا بنشوف الملكة الشين نزلة بنفسها وكمان بتكسر الحاجز وبتقول لها لو عايزة تنقص حيات يونج يبقى لازم ترجع معاه وساعتها نشلل بتخاف وبتستسلم وبتودع يونج وبتقوله انها هتشوفه تاني وبتروح ترجع عالم الجنيات تاني وفي الطريق بتفضل تفتكر كل الزكريات اللي ما بينهم وبتفضل تعايت وبنعرف ان الملكة الشين بتحبسها في سجن جليدي وبعد شهر بتخرج منه عشان تقدر تستهد لمعادة فرح بتاعها وبنعرف ان اليوم في السماء بالسانة في الأرض وبكده بيكون عادة 30 سنة في الأرض وبنشوف الحيرس وهو بيبلغها ان يونج ميت وساعتها بتصدي مشيندي وبنشوفها وهي بترجع على الأسر وكمان بنلاقي الخادمة بتاعتها بتساعدها في لبسها وبتلاحظ انها بقت أسيا في كلامها وطريقتها وفي قاعة نينجشياو بيراحظ الكل ظاهرة غريبة في السماء وبيقولوا ان ده اللورد شينججي وفجأة بيظهر يونج وفي مكان تاني بنلاقي يونج بيستخدم قوته الروحية وبنلاقيه بيقول ان رحلته لعالم الملوك قد إيه كالجميلة وانه قابل شخص مهم بالنسباله هناك وبنرجع على الجد اللي بيروح لفرونج وبيفضل يترجعه انه ما يتجوز الأميرة أو بيستغل وجود يونج وبيقوله انه مش هقدر عزبك ده وكمان انه أصلا ما يابلش الأميرة شينجي دي نهائي أو بيلاقي الجد بيفتكر قبل ما ينجي ينزل عالم الملوك وكان بيقترح عليه عريس لشينجي فاختار فوروونج أو بيبدروا يمثله عليه لحد نبي قبل المعادة فرح شهري كمان وفي المدينة بنشوف صجب أسود بيزهر أو بيخرج منه طاقة شيطانية مخيفة أو بنلاحظ ان أهل المدينة كلهم خايفين أو بيهربوا وبنلاحظ ان فيه طفلة بتوعها في الأرض ودي بيكون بنت الجنرال زيشيا وبيكون الحراسة عايزين ياخدوا أمها عشان يحموها مس هي بترفو تسيب بنتها وبتروح ليها وبتحضنها وبتيجي شينجي وبتنقذهم وبنروح للملكة الشين بقى اللي بيكون عارفت بللي حصل وبيكون عاملة اجتمية وبتعرف إن الختمة اللي بابلنهم وبنعلم الشيطين اتكسر وبنلاقيها تبهت الحراسة عشان يقفلوا الختمة ده قبل مشيطين يعني تدخل ليها وساعتها هيحصل مشكلة كبيرة وبنشوف شيني وهي واقفة مع أمها وبنلاقيها بتعرفها انها خلاص موافقة انها تتجاوز وبتطلب منها انها تطلع مع الحراس بس طبعا الملكة مش بتوافق عشان تتحضر لفرحها وساعتها بتعرفها ان الفرح تأجل شوية كمان وده بسبب ان يونج هو اللي عمل كده فبتقول لها هو أنا تحت أمركم وبتعملوا كل حاجة بمزاكم بس في النهاية بتستسلم وبتوافق وبتسكت خالص وتاني يوم بنشوف شيني بتستعد المهمة وبنشوف الطفلة بتروح لأبوها وبتودع لأن طلع مهمة وكمان بتعرفه ان شيني أنقذتها هي وامتها وساعتها زيشيا بيشكر الأميرة وكمان بيقولوا منها انها تحمي عالته لحد ما يرجع وبنشوف الحراس وهما في المكان اللي فيه السجم وبيحسوا بكوة شيطانية شريرة طرعا منه وفجأة في حاجة بتهجم عليه وساعتها بيموت وبتعرف الملكة ان المهمة صعبة قوي وانهم في خاطر جامد وما بتكونش عارفة تعمل ايه وبنعرف انها تبعد جنود تاني بس ساعتها بتدخل شيني وبتطلب منها انها تروح معاهم بس برضو بترفض وبتكون خايفة منها انها تهرب تاني وطبعا بنشوف شيني وهي بتعسي أوامرها وبتروح المكان اللي فيه السجم وبتلاحظ ان فيه وحش ضخمة محدش قادر يخلص عليه وبيكون لسه هايمه وبنفرغ بس بتجي شيني في اللحظة دي وبتنقذوه وكمان بنلاقي الحراس كلهم فرحانين بوجودها لانها الوحيدة اللي هتقدر عليه وبتبدأ التحارف في الوحش وبكون عايزة ان تقيم منه لانه قتل لحارس بتاعها بس للأسف بتلاحظ انه مش عادي وفجأة بنلاقيه بيتحاول لشكل انسان عادي وبنلاقيها بتتفق مع الحارس انهم يعملوا حاجز سحري عليه وهي هتهجم عليه بالسف بتاعها بس للأسف فجأة بيرجع لوحش تاني وبيقدر يكسر الحاجز ده وبيضرب شيني وبيقولها انه خلاص نهايتها الرابط وبيبدأ انه يستهدم ديله عشان يخلص عليها بس بيجي مفانه وبياخد الضربة مكانها وهنا بتزعل شيني وبنلاقيها بتجمع كل طاقتها وبتخلي الحراس يبعده عن المكان وبنلاقيها بتاجم على الوحش بس للأسف بيفتح بقه وبيبلعها والكل بيتسدم وبيكون خايفة عليها ومش عارفين هيعملوا ايه بس فجأة بتجمع قوتها وبتخرج منه وبتقدر تخلص عليه وبنلاقيه كل فرحون وبيه يهدف اسمها وساعتها بيزهر يونج قدامها وبتتفاجئ شيني بيه وكمان بتفتكر انه لسه عايش وبنلاقيه بتجرع عليه وبتقع بين ايده ولما الحراس بيرحوله وبيسأله هو مين بيعرفه ان شخص خالد من عالم الملوك وبنلاقيه يونج بياخدها ويرجعها لمعسكر بتاعها وبيبدأ انه يعالجها لانها بيكون قصابتها خطيرة ولما بتفوق بنشوفها وهي بتطمن على مفنغة وبنلاقيه بيعتذر لها عشان ما يقدرش يحميها فبتقوله هو عامل لعليه وانه ما يشايرش نفسه زنب يعني وبتكنزة علينا عشان حراس ماته وهي ما قدرش تنقذهم وبيفضل ان الفنغة يهون عليها وكمان بيعترف لها بحب وساعتها بتصدم وبتقوله السمه أثر عليك ولا ايه يا ترى ايه اللي هيحصل تاني هل بقى كان بتهزر معاه ورد مفنغة عليها كان ايه كل دو اكتر هتعرفوه في الجزء التاني ان شاء الله اعملوا رايك بسرعة على الفيديو ده عشان يطلع الجزء التاني بتاعه سلام ما تنسوش بقى تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد